ويساعد لي وقتكم يا بنات كيفكم كيف صحتكم شو اخباركم ان شاء الله يراب تكونوا كل ياتكم بالف خير بعرف شتقتولي كتير وان شتقتلكون كتير 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 والله يقد الدنيا شتقتلكون رح احكي لكم بهالفيديو وين كنت غيطة ولاش كنت غايبة ولاش كنت كمان مع بنزل فيديو هات بس قبل ما نبلش بالفيديو لتنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ويلا نبلش بالفيديو الفيديو اليوم مد جهاز ابن بنت لو رجتوك ابنة واكلتي واكلة لي قررت عيني ما عليك هلا هو عارس ابن اختلا جوزي تمام فهون اول شي رحنا عند بنت حمايش نطبق جهاز العاروس والله كان الجهاز كتير حلو يسلم ايدين اما على هلتن اي والشري عندها كان كل شي حلو كل شي مرتب قال الله يرزقهم يا رب ويهنيهم يا رب ويبعث لهم ايام حلوة والخلفة الصالحة والله انا متل ما شفتوا حضرت المد جهاز وقلت رح اخذ لكم كم لقطة من الغراض يعني انا ما حسنت انو اصور لكم كتير شغلات يعني متل ما بتعرفوا انو الجماعة هنن غريبين ما استحسنت انو انا اصور كل شي عرفتوا بس صورت لكم مودي الغرفة والبرادي كمان كتير عجبوني والغرفة ايك نعومة وكتير حلوة كمان الله يهنيون يا رب ويشوفوا على وشها الخير هلأ اول كانوا يجيبوا شناط العاروس يحطوهم بالغرفة ويفتحوهم والعالم كل ياتا تدخل ع غرفة النوم عشان تتفرج على الغراض ويصير غرفة النوم زحمة وتتوسخ كمان اما هلأ الشعب يعملوا بيحطوا طولة كبيرة بنص غرفة القادة وبيعادوا هالعالم كلها ياتا بغرفة القادة وبيفتحوا شنطاي شنطاي ويفرجوا للعالم الغراض عرفتوا يعني هيك ارتب وهنا كانت لضيافة قهوة مرة وصحن فواكه الله يجزقوني يا رب وهيك دق وغني والله يهنيوني يا رب وتفرح بنت حماي بولادة هون بعد ما خلصوا ترتيبوا الغرفة وحطوا هاي البردي كمان على الباب كتير حبيت موديلة وكتير حلوة محروفة يعني وقلت رح صوركم مقطع بعد ما مدوا الغرفة وهلا انت عبتتفرجوا على الغرفة رح احكي لكم وين غيطة اول الشي اللي بجمعت تقريبا ملتهيه بعرس ابن اختها لجوزي ليش لاني كنت انا مسلايفي عم نروح لعندم ساعدة مدى جهاز وكمان سابت صباحية وكمان كنا ملتهيين بالعرس وانا كنت عم صوركم مقاطع ما عم روح شي بس ما كنت عم بفضل انه انا امنتج الفيديوهات حبيت هالمدموجة الحلوة الكتير ايش حبيت فيها انه قصيرة يعني وقت بتقعد على الكرسي انه خلص بيصير كل شي قدامها شفتوا المدموجات كلها ياتا عيليات واولتها مدموجتي انا زي بدي حط كرسي مثلا الله واكيلكم مبعد ببين راسي بوصل على المريب فمشان هيك انه حبيت فيها انه نعومة والخزون ساكراتون يعني بمفتح وممسحاب العالم عم بتحمد بالساكراتون اكتر المهم بعد ما خلصنا من العرس ومن الصباحية ومن هدول كل الشغلات فاجتني اجت لعنى خالتي عملت لنا اياها مفاجأة والله هي كانت احلى مفاجأة انه خالي اجت كانت متفقة هي واخوي طبعا شان اخوي روح يجيبها من الكراج متفقة مع وقالت له ما تخبر امك انا كزا ساعة انا بوصل شان تجي تاخدني من الكراج وفعلا ما كان حدا بيعرف ابدا انا قلت بدي اروح ازور مع زيارة عند اهلي انه انام معا ليلة قبل ما تسافر وتروح لحلب طب هلا رح احكي لكم انه ليش خالتي بده تنزل لحلب بس وقت نمت عندهم فهون اختي العروز دقتنا وقت ما تعاوز هارو عنا قلت للا خالي بتروحي هي وماما قالوا لي ما رجو حملت هيك ورحنا يا بنات وانا قال للا الاختي لوله لا ام يروحي معنا قال لي والله تعبانا ونعسانا وما تجي عبالي اروح لك الا والله بدك تندمي ام يروحي فتقال لي لا ما بدي المهم عملت هيك وما راحت ومتل ما شفت وقت نزلت الفيديو ورحنا حكينا له فهي كتير ندميت وقالت يا ريتا رايحة معنا وهون كمان مثل ما شفت وميرا صورت لكم ياها اتخذ كيف قاعدة ولقاط لها كم صورة كتير كانوا حلوية رح نزلكن ياهون عن المنتدى وهون بعد هون صورت لكم الغرفة بعد ما تزينت كمان صارت كتير حلوة مع بقلكون مشان هيك انو انا كنت ملت هي وتاني الشي ليش خالتك بده تنزل لحلب خالتي مجاوزة كل بناتة بحلب تمام هي اول الشي تاني الشي هي قاعدة هون هي وابن الشاب يعني قاعدة هي وياهم بس هون وبناتك كله يتم بحلب يعني الواحد والله وقت بكونوا بناتو انو موجودين حواليي وبروحوا بجوا غير شكل بتحسي هيك بروح يعني بتحسي انو بكرة مثلا انا دا اعمل هيك دا اصابي هيك انو دا تجي لعندي بنتي عرفتو يعني بتعبي وقتكن اما ازا انتي قاعدة بالغربة ما لك حدا ابدا عن جد يعني تجنة بلا ناس والله ما بتندس يعني خالصة عايح بركة معنا بتركيه بس يب غير منطقة يعني بتبعد عننا تقريبا تكون تقولوا ست ساعة تبعيدة عننا انو مثل استوحش وهي وجوزة لحالهم هون قاعدين وجوزة يعني كمان لخالتي كمان رجال كبير يعني عرفتو انو يعني بشتاء الاحفاد وهيك يشوفهم فمشان هيك خالتي انو قررت خلاص دا تنزل لحلب ونزلة بلا رجعة يعني بتضطق هوياتها مثلا على الباب وتنزل عرفتو هيك مشان هيك انو خالتي دا تنزل انو هون هي ما لحدة غير امي واخئلة بس هون ولا باقيت عيلتها وبناتها ولادها كلا ياتوا هنا بحلب فمشان هيك انو خلاص قررت ترجع لهنيك وقالت لي بدأت اقلم احلى الشي هناك عنا بحلب شعار تلال قالت اللي لماما قومي خديني على الشعار قال لخالي شعار شي مو شعار تقلي لك بنت ختي عم بتعلم انو على لغة حلب ارجع قالت لا لا ازا هيك حق ايك والله هيك كمان صار الموضع بيعمل بقجة للعريز شفت قبل كانت بقجة عادية يسوى لأهلا البقجة صار سحاب وهيك عم بحطوه لها بوكلة وشاكات وهيك عم وديلة حلو بحطوه في قلب الطقم والعطوق والعطر وهيك بيزروله اياها وبياخدوله اياها على العرس مشان يلبس الطقم بالعرس الله يهني يا ربو يكمل له فرحة وهذا الفيديو الثاني يوم ساويت قهوة ولازم كنت اروح عند عمتي الله يسكرك بالخير يا عمتي كنت روح لعندي على الصالون كانت كتير قريبة علي بس الله ابا عادت عني فقلت رح شربه قهوة لابن عمي وزبط لهم لفطور لأولادي ولقله كمان لاني بدي عيفون بالبيت وانا اروح لعندي من الوقت مفى لحد ما نام تمام يلا خليكم معي شاء الله بإذن الله بس قبل ما نبلش هلتنسوا تصليوا عن النبي وتحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة اجيت اول شي فايق الولاد وسعوا لدخوذه يحيا يحيا دي ام ماما يحيوح يقوم يقوم يحيا يلا هون يحيا ظل مشتح هول تأخذ بس يوم سيد اخت التاني هاي هون غشبة لقعدة ما فيها شئ بس قبل التظهر هون اتأو بجنن اللاح الخير يوم 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 لقد عدت في أن يأتي أنا قلت أن أعود أعود الأميرى لأن أرجع مستخدم وأن أضبطت الغرفة الآن وذهب إلى خلال أنا ادعمتها وسأقوم وقوم بشعري أعلامها أفضل للأولاد سأعودها البرال بزيت وجبنت ابني أريد مرتديل ابن سأجد مرتديل ابن الثاني أريد فقط مرتديل سأقوم بإضافة لهم سأقوم بسعود ثانتين بجبنة هل سأقوم بجبنة الآن هذه سأقوم بسعود مرتدلة الآن قمت بسعود مرتدلة و هذه قمت بسعود مرتدلة إذا كنت تضع في قلبها فليفلة و بندرة يجب أن يكون طيبة سأقوم بقلبة نانا وفليفلة حمراء هم يرون؟ هذا هو هذا و سأقوم بكبسة على السخانة الآن هنا يكبسون و يأكلون ترون؟ سأقوم بكيس و هنا بعدما حضرت لنا فطور و لم تتلحق لكم فقط أرجع للبيت أنا و ميرا 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 سأروني على الجوة أحلى فاصل أحبه و الربيع و لو أشاب كثير و لو أشاب كثير و لو أشاب كثير أحبه يا الله آه أخبره 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 أيها المشاكل انا قمت لها شقدت اخذي لعشارة قطلي 700 غالي كتير اتلا بتفعلها شقدت بتفعلها وانا بنت عمتي عم تساوينا هيك الضيافة الله يعطيهم الف عافية يا رب كاسة شاي وجنبها الكعكات ويعطيهم الف عافية خصوصي لما كنت انا فطرانة فلقيتهم كتير طيبين ودور كلها يعطيهم شغل ايد عمتي عم جد طرعانين مع كتير نجحانين وهي هيك بالاخير فنجان القهوة ويعطيهم الف عافية والله عم تساوتلي هيك اشتغلت شغلي كتير حلو وكتير حبيت الشغل اللي اشتغلت نياها انجاد الله يلبسها العافية ويعطيها العافية يا رب وهي هوني رايحين على الصالة وقلت رح حاول صوركم شوي من العلاقات الصراحة وقت عبروها العرس واني انا اصور كتير عم لاقية صعبة بتعرفوا ليش لاني انا عم ضل شاي لبنتي انه يعني عم تضل معي فمجانك انه انا ما عم بحسن صوركم تصوير كتير فهون صورة اول ما ادخل العريس عب يشغلوا هيك هاي مثل الفتاشات نجوم الليل كتير عب يطلعوا حلوات بصدر على الكبار يعني بيحطوا واحدة هون وواحدة هون انه مشان وقت بيدخل العريس وخصوصي وقت تكون في تصوير انه بيطلع التصوير كتير حلو مثل عراس مسايا حق الليل اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا